بكرة بينحسم مصير الرئاسة الإيرانية بانتخابات الدورة الثانية بين مرشحين الإصلاحي مسعود بازكشيان والمحافظ سعيد جليلي تختلف برامج المرشحين بشكل كبير بملفين أساسيا البرنامج النووي والعلاقة مع الغرب وقضايا الحريات والأقليات بالداخل أولاً البرنامج النووي هدف بازكشيان الأساسي هو إعادة إحياء الاتفاق النووي مع أمريكا لرفع العقوبات وتمكن إيران من التقدم تعامل مع العالم والتخلص من العزلة وتنظيم الخلاف مع الغرب عنوين أساسية ببرنامج بازكشيان ولتحقيقة عم يطرح بازكشيان إلغاء القانون اللي أقروا البرلمان الإيراني بالألفين واللي بيمنع التعاون مع وكالة الطاقة الزرية الدولية بمجال تفتيش المنشآت النووية بالمقابل جليلي جاي من تجربة العمل كأمين لمجلس الأمن القومي اللي بتشمل مهامه الإشراف عملف المفاوضات النووية ومثل معامل جليلي بتجربته السابقة عم يطرح حاليا عدم التنازل للغرب بالملف النووي وإنه العالم مش محصور بالدول الكبرى حتى تحرص إيران على التواصل معه تانيا أضايا الحريات والأقليات انتقد بازكشيان علنا تعامل السلطات مع انتفاضة النساء بالألفين واثنان وعشرين وبيعتبر أنه فرض قواعد قانونية لوضع الحجاب بالأماكن العامة خطوة ظلامية أما بالنسبة للأقليات العرقية والمذهبية بيطالب بازكشيان بزيادة تمثيلهم بالحياة السياسية الإيرانية بالمقابل بيحكي جليلي بشكل عام عن احترام الأقليات بس من دون الإشارة لمسألة المشاركة السياسية وبأضايا المرأة بينتقى جليلي تركيز الإصلاحيين على مشاركة النساء بمجال العمل وإهمالهم للعمال أو رباة المنازل رجعت الانتخابات الحالية التنافس الحاد بين الخطاب الإصلاحي والمحافظ بعد ما تراجح حضور الإصلاحيين بشكل لافت بالسنوات السابقة اشتركوا في القناة